لو انا جسمي رفيع المفروض قلبس ازاي مبدئيا كون ان انت رفيع دي حاجة ما تقللش منك خالص بالعكس ناس كتيرة مشهورة ونجحة ومع ذلك رفيع ومش اكتر جسم فت في الدنيا والعكس صحيح في ناس كتيرة جسمها حلو قوي ومش نجحة في حياته لان ده مش محدد اذا كنت انت ناجح ولا مش ناجح او الناس هتحبك او مش هتحبك انا بس بقول كده عشان المفروض دي حاجة ما تقللش سيختك في نفسك خالص واتخليك حاسس ان في حاجة غلط فيك او ان ده عيب جوهري فيك انا مثلا رفيع فقررت اتمرن عشان ازبط الحتة دي عندي بس استيل انا نفس الشخص انت لسه بتتفرج علي ده ما يمنعش ان في حاجات في اللبس لو عملتها شكلك مش حيبان رفيع اوي وفي نفس الوقت هتخلي لبسك ستايلش وعالموضة من اهم الحاجات دي اللبس الدايق او الاسكيني انا شخصيا مش بفضل الاسكيني للرفيعين او مش الرفيعين لانهم بيكون مش مريح وماسك على الجسم طبعا انا عارف ان هناك ناس كتيرة بتحب اللبسة هيبقى ماسك عليها ودايقا وطبعا انت حر بالعكس طالما انت مرتاح فيه البسه بس بالنسبة للرفيعين مش احسن حاجة يعني مثلا موضوع البنطلونات الاسكيني البليكرا ده قبد عنه خالص ان ده هيبان جسمك ارفع وخليك في البنطلونات الريلاكسد والسلم وضرب يبقوا حلوين اوي اوي على اكتر من ستايل طبعا مش محتاج اقول ان ان شمعنى كده ان انت تجيب بنطلون واسع اوي حيامن معاك لازت عكسي وحيبانك رفيع اكتر برضا طيب ده بالنسبة للبنطلونات بالجزء اللي فوق نعمل في ايه ايه اولا لازم نفرق ما بين حاجتين لو احنا بنلبس الصيف او لو احنا بنلبس في الشتاء لو احنا في الصيف ابعت خالص عن تشرتات الفي لان دي بيتباين عظمة كتفك ولو انت كمان ريابتك طويلة حيبانها طويلة اوي الموضوع كمان تقريبا مع تشرتات الراون بس التيشرت الراون احسن شوية من الفي وممكن تلبسها بس على حسب الكاتب بتاعتها طب ايه المضمون في اللبس لو انا رفايع اول حاجة التيشرت البولو لان هي بتكون مليا عضوحات كويس وخامتها اتقل من الخامات التانية الخفيفة فبالتالي بتعمل فوليم كويس ودائما الكاتب بتبقى مظبوطة على الجسم اكتر من البيزيكس والفيهات تاني حاجة الامسان طبعا مش حقرر انك تخلل اي حاجة انت بتلبسها مظبوطة عليها ما تلبسها شوية دايئة ولا واسعة تاني حاجة لا تحاولش تدخل القميس من جوة البنطلون لان ده هيبينك ارفع اكتر هيبين معالم جسمك اكتر احنا عايزين نعمل فوليم عايزين نزود الحجم مش عايزين نقلله طبعا عندك حال ان انت تلبسه عادي وطلعه من بره او تلبسه وتفتحه وتلبس تحتيه تيشرت فيه وطبعا تشميلة القميس هتفرم معاك كتير قوي لان انت لما هتطلع كل ده هتبين ندرعك اكبر شوية وطبعا لو هتلبس تيشرت روند جرب تتني لكم تانيتين لان دراعك من فوق بيبقى اعرب من تحت يعني ده مثلا اه وده مثلا لا كل ده هتبين شكلك اعرب شوية من الطبيع بتاعك طب لو احنا في الشتا يبقى احلى واحلى عشان هتبين نعمل ليرينج يعني ايه ليرينج ليرينج يعني يبقى لبسنا كزا طبقه فوق بعض طبعا مش محتاج اقول لحيفري قد ايه في شكلنا ان هو يبقى اعرض وان هو يبقى مليان اكتر يعني مثلا هودي او سويتشرت على دينم جاكت ا او جاكت جينس او بلوفر وفوقيه جاكت او بلايزر تحت ايه بلوفر او عميس يعني مثلا انا في ستايل بحبه اوي في المنتوهات تلبس المنتوك تحت ايه بلوفر او تويتشرت او هودي بيبقى حلو او مختلف وفي نفس الوقت بيبقى كزا طبقه فوق بعض وما تنساش ان المنتوه بيخليك مليان اكتر لن اقول لك حاجة الحاجات كتيرة جدا وحنيجي الموضوع نجيب منين ده فمرحلة معانة في الفيديو انا اصلا مستني كليكشن الشيطة تنزل جدا انا اصلا ناوع من ريفيو للكوليكشن الجديدة بتاع كولي براند وتكون في فيديو الوحدها عشان ابقى متأكد ان انتو شفتوا كل حاجة وتقدروا تختاروا الحاجات المناسبة ليكوا صحة المهمة حنتكلم على الموضوع ده في الستوريز بشكل اجبر عشان شوفوا ايه حكتر حاجات عجبتني ولو عجبتكم جيبوها طيب ايه تاني ممكن اعمله علشان اعرف الابس وشكل يبقى حلو تبعت خالص عن التشيرتات اللي فيها تخطيط بالطول وخليك في التخطيط قل بالعرض لان ا اميس او تيشرت فيه تخطيط بالطول سيدي انطباع ان انت اطول وارفع لكن لما انت تكون جسمك رفاية ولابس مخطط بالعرض هيديوها من انت اعرض شوية حاجة تانية مهمة جدا هليك في الالوان الفتحة وابعد عن الالوان الغمأة يعني لو انت جسمك رفاية ما تلبس سوية كتير وخليك في الابيض واللبني والبينك والحاجات دي لان الالوان دي بتبقى عكسة للضوء فممكن تبينك اعرض كمان طبع لو عايز تزبط بقى الالوان دي مع بعضها ارجع الفيديو اللي ق بتاع تصبيت الالوان بس كتير قولولي في الكومنتات ايه اكتر ايتم في الشتا ما تستغنوا عنها وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكو عشان يوصل لعدد اكتر من الناس سلام